بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية بتطوين إذاعة تطوين تقدم إذاعة البكالوريا اليوم مادة الفلسفة مع الأستاذ إسماعيل يحياوي بعد المصافحة الأولى معكم وكانت بالتحديد مصافحة حول مسالة الخصوصية والكونية المدرجة في باب الإنساني بين الوحدة والكثرة وبعد أن تبين لنا من خلال ذلك مدخل إشكالي والمفاهيمي أن من بين النتائج التي نتوصل إليها من خلال الباب الأول هو أن الإنسان المتمثل كمشروع كقدرة على الفعل على الإنتاج وعلى الخلق والابتكار والإبداع فإن ما يلاحظ في الراهن أن ما يتجلى فيه الإبداع بالتحديد هو العلم وتطبيقاته المادية أي التقنية فكان نزاما على الفلسفة أن تفكر في المسألة العلمية تفكيرا سيأخذ منحة النظر في العلاقة بينما أصبحت عليه المعرفة العلمية اليوم أو في الراهن باعتبارها نمذجة وعلاقة هذا الفعل فعل النمذجة بمطلب الحقيقة وذلك هو عنوان الباب الثاني العلم بين الحقيقة والنمذجة وفي نظري فإن من دواعي الاهتمام الفلسفي والانشغال الفلسفي بمسألة العلمية هو ينحل إلى ثلاث أسباب أو مبررات رئيسية أولا لأن هذين الخطابين يعتمدان بالكلية على العقل وإن كان نتاج العقل أو ما يسمى بالمعقولية تختلف من العلم إلى الفلسفة الاشتراك في مصدر انتاج المعرفة وهو العقل كان من الضروري أن يتم هذا الحوار وهذا اللقاء بين الخطاب الفلسفي والخطاب العلمي الأمر الثاني أو المبرر الثاني أن كل ما يستجد من تحولات وتغيرات داخل العلم لابد أن يكون له انعكاس في الفلسفة وهذا ما يشهد به على الأقل تاريخ الفلسفة وتاريخ العلم وبالتالي كان من الضروري الاهتمام بهذه المسألة ولكن وهنا آتي للمبرر الثالث إلا أن الفلسفة الحديثة وخاصة فلسفة المعاصرة ستنظر في هذا التحول الجذري الذي وقع في مستوى العلم وهو أنه بعد أن كان إنتاج للنظريات والأنصاق المتكاملة سيصبح مجرد نمذجته فكان لزاما علينا في الباب الثاني وانطلاقا من النتيجة المتوصل إليها من باب الأول النظر في فعالية الإنسان وكبرى إنتاجاته ألا وهو العلم النظر تحديدا في هذه المسألة مسألة النمذجة وسنحاول بمعية الصديقة والزميلة مبروك العبيد كذلك أن نتناول المسألة من زوايا مختلفة عسى أن نوفق في مدة زمنية في حدود الساعة أن نضع المسألة في إطارها الإشكالي أن ننظر في أبعاد النمذجة ومن مقصود بفعل النمذجة وبالنموذج أن ننظر في العلاقة الممكنة بين هذا النموذج ومطلب الحقيقة الذي يراهن عليه الألم وأن ننظر في حدود هذه المسألة حدود النمذجة فكما تلاحظون وكما نلاحظ نحن سنقارب المسألة من زوايا مختلفة ولكن وكما هو معمول به في مختلف المسأل والمحاور لا يمكن أن نتطرق إلى مسألة ما إلا عندما نضعها في إطارها الإشكالي وفي نظرينا نحن الأثنين فإن نص الموجود في كتابكم المدرسي وتحديدا في صفحة 218 نص مأخوذ من كتاب الجزء والكل لورنل هيزنبرغ نجد فيه تدخلا لصديق هيزنبرغ وهو أوتو حيث سيضع مسألة النمذجة في سياق الإشكال الدقيق سأنتلق من كراءة النص وإن كنتم قد درستموه مع ستذج الأجلاء وزمائذ أجلاء ثم ستتولى زميلتي النظر في ما يترتب عن هذا النص الذي سنأخذه كوضعية أو كمتلق لطلع الإشكال ستنظر في الأبعاد الإشكالية وستضع بداية المسألة مسألة النمذجة في إطارها الإشكالي سأبدأ بقراءة النص بعد إذنك إنني أعترف أنه هناك درجة اختلاف معينة ولكنني لا أرى اختلافا جوهريا لقد كان علم الفلك البتليموسي وكما تلاحظون هنا في هذه الوضعية تم الانطلاق من مثال من بين قطاعات العلم وعلم الفلك الذي سيدرس مختلف أو حركة الأجرام السماوية وحركة واستنبات مداراتها عفوا جيدا جدا وإلا لما استمر تدريسه لخمسة عشر قرن من الزماء كما أن علم الفلك النيوتوني لم يكن في البداية أكثر حظا ولكن بمرور الوقت فقد استطاع الفلكيون استخدام ميكانيكا نيوتون في التنبؤ لحساب الدقيق لحركة الأجسام السماوية واستنبات المدارات وقلنا هذا هو موضوع اهتمام عن الفلك في نظام الكوكبي بتريقة أدق من مقام به بطليموس إنني في الواقع لا أستطيع التسليم بأن نيوتون قد قدم شيئا أساسيا أفضل من بطليموس وهي جملة حقيقة لابد أن تسوقف هنا وأن نقف عندها ماليا في هذا المدخل الإشكالي لقد أعطى فقط تمثيل رياضيا يعني نيوتون آخر لحركة الكواكب وقد ثبت على مرة القرون أن هذا التمثيل هو الأكثر نجاح انتهت أو انتهت قراءتنا للنص في كتابكم المدرسي تجدون وتحديدا شعبة الأداب في صفحة 217 الصفحة التي تسبق هذا النص جملة منها المواقع التي لا بد من النظر في خسائص نظرية بطليموس التي سأحوصلها فقط حتى يمكن أن أمهد الزميلة ترطح الإشكالية وخسائص نظرية نيوتون وإن كان في اعتقاد نيوتون لم يقوم بهذا البحث إلا انطلاق من أعمال كيبلير وكوبرنيك وغاليلي ماذا نسي اسمعين سمحني مقارنة معناه مقارنة بين نظريتين كما هو في المستوى النص ففي حدود هذه المقارنة ماذا نجده بأن نظام بطليموس يتميز بخاصيتين أن الأرض هي مركز الكون وهي ثابتة وقلنا هذا امتد من القرن الثاني ميلادي إلى حدود القرن 17 أين سيأتي نيوتون أو ما يسمى بالعلم الحديث وقلنا نيوتون قد بناء على أعمال سابقة لكل من كيبلير وغاليلي وكوبرنيك ثم في مستوى نظرية بطليموس وهو عالم فلك تجدون تعرف به في مستوى 218 بطليموس هو عالم فلك اليوناني إلى غير ذلك يقرب أن الأجرام السماوية القمر والشمس وكل الكواكب وبقية الكواكب تدور حول الأرض لأن هذا هو النموذج البطليموسي أو نظرية بطليموس وإن كنتم وإن كنا نحن كذلك سنحاول في مستوى المسألة النميزة بين النظرية التيوري والنموذج لموذج بينما نظرية فلك اليوناني تختلف كليا كليا عن هذه النظرية أن نيوتون قلنا بالاعتماد على أبحاث كل من كوبرنيك وكيبلير وغاليلي سيقدم لنا نظرية جديدة في نفس الإطار في إطار التعامل مع الظاهر الفلكية حركة الأجرام السماوية واستنبات المدارات إذ أن الأرض لم تعد محور ومركز الكون هذا بداية ثم أصبحت الأرض تدور حول نفسي وحول شمس خاصة وأن سمحني خاصة وأن نيوتون اكتشف قانون الجاذبية الكونية لتفسيري حركة أجلوك إذن تدمير سيكونابيل كوسموس تربيا هنا نلاحظ مدى الاختراف الجدري وفي النص الذي انطلق منه كمدخل الإشكال صديقتي قلنا هناك جملة هامة جدا تستوقفنا حقيقة وهو عندما يقول أوتو صديق حيزنبورغ إنني في الواقع تجدون الجملة في أواخر هذا نص لا أستطيع تسليم بأن نيوتون قد قدم شيئا أساسيا أفضل من بطلي موس وهنا لابد أن تماعنا جيدا شبته في هذه الجملة وخاصة في هذه الجملة وبالتالي سأحيل الكلمة إلى الصديقة مبروك العبيدي لكي تستخرجها وتستنتج من هذه الوضعية أو من هذه الوضعية الاستكشاف هذه جملة منها الإشكاليات التي تهتم بمسألة أو بمسألة العلم بين الحقيقة والنبدل تفضل طبعاً انطلاقاً من نص نستنتج اختلاف بين النظريتين اللي هو اختلاف بين نموذجين علميين نقول في الفهم والتأويل بايوها كل عالم يفترض وصوله إلى معرفة حقيقة الظواهر الفلكية والكونية وهو ما يشرع طرح السؤال هل هذه النظريات العلمية تقول حقيقة الواقع أم هي مجرد نماذج تقريبية وتبسيطية لفهم الواقع والاستفادة منه فماذا نعني إذن بالنموذج العلمي هذه التمثلات والتصورات للكون كالكسوة عند بطليموس أو نوتن يتم تجاوزها كل ما أمكانه خلق نظرية جديد أذك عليش في النص يقولني من الجمشن لأستطيع التسليم برينظريتين من نظرية أكثر نجاعة وأكثر فعالية يتم تداولها مدة من الزمن وتكون بدورها قابلة للدحظ فالروح العلمية تقتضي تغيرا في الباراديجمات وتبدل النماذج أيها معناتها الديفيرونسة كبيرة بينها ثم حاجة عادية في العلم أيها ماذا نعني بقولنا نمذجة أو ماذا نعني بقولنا نماذج كيف تكون النمذجة هي السيمة المميزة سيسماعيل للعلم اليوم أيها هي كمنطلق أيها النمذجة هناك اختلاف بين مفهوم النمذجة ومفهوم النمذج فالنمذجة هي طريقة هي منهج سيتم اتباعه من قبل العلماء لمقاربة الظواهر العلمية فهي دونك طريقة ومنهج وفي علم اليوم وفي العلم الحديث أي في العلم الحديث أو في العلم اليوم بينما النمذج وسنأخذ دلالته الكاملة والكلية عندما سناتي على مختلف الأبعاد البعض التركيبي والدلالي والتداولي لكي يستقيم لنا فهم دلالة النمذج فهناك فارق وهو أنه عن طريق هذا المنهج النمذجة سيتم إنتاج النمذج أعلم؟ أيوان إذن فما يشير إليه توماسكون أن العلم ثورات تغير في البرادغمات نقصد ببرادغم التطبيقات العلمية وهو ما يحيل إلى تمثل أو تصور نظرية يقدمها أحد العلماء أو مجموعة علمية يتواضع عليها العلماء ويقع تبنيها وتطبيقها ويدوم مدة من الزمن ويكون فيها فاعلا وناجعا ونافعا إلى أن يأتي باراديغم آخر أكثر نجاعة فيقع التخلي على البرادغم الأول أما الثاني فهو أيضا قابل الضحظ والتكذيب بلغة كارل بوبير نعم فالعلم هو مجرد محاولة هنا أستسمح جميلتي في ملاحظة وأننا في هذه المسألة في مسألة العلم بين الحقيقة والنمتجة كأننا نتبنى قراءة لتاريخ العلم تعرفون جيدا أن تاريخ العلم ينظر إليه وفق مقاربتين إما أنه جملة من التراكمات وهناك امتداد بين مختلف المقاربات العلمية أو أننا نتحدث عن ثورات كما يشير توماس كون أو كما يشير باشلار وأن هناك قطعة إبستمولوجية حقيقية بين مختلف المراحل العلمية والاتجاه الآن سيأتي في سياق تبني هذه المقاربة الثانية وهو أن العلم منبني على الانفصال على القطيع على ثورات حقيقية على تغيير جذري في مستوى رؤيتنا ونظرتنا وتعاملنا مع الظواهر العلمية إذن إذا كان مصاري العلم يتم عبر إنتاج نماذج وإعادة إنتاج نماذج وتطويرها ليس ديما راديكال مون تخليوا عليه نماذج ستطوروا ويعدلوها وتحسينها بل حتى عفوا بل وحتى تخلي عنها واستبدالها بنماذج أخرى فإن الأمر يقتضي أن نستشكي لآليات النماذج كيف ننمذج ولماذا ننمذج إن الإقرار بالتفاعل البنيوي بين الأبعاد المختلفة للنمذجة التي تنطلق من تمثلات افتراضية رقبية مرورا بتطبيقها واقعيا وصولا إلى تحقيق الغيات البراغماتية بمعنى التفاعل بين بعد تركيبي نحكي عليهم بعد وهو تمثل عقلي ونصق واقعي بعد دلالي وأهداف وغيات نتحدث عن بعد تداولي أو براغماتي فيجب علينا أن نتساءل ما هو المعيار أو المقياس الذي نحكم بمجبع عن قيمة النموذج ما هي شروط صلاحية نموذج يبدو أننا على أرضية بعيدة من العلم عن العلم عفوا القديم أو العلم كلاسيك العلم الوضعي أيضا الذي يقوم على مبدأ الموضوعية نعني المصداقية أو الموضوعية عفوا تعني المصداقية والشفافية والنزاهة والنقل الأمين للواقع هذا العلم الوضعي نشروله شوية معناها لا يهتم بغيات أو مطالب وأهداف الذات اللي هو فيه نستطيع أن نقول العلم معرفة من أجل المعرفة هنا الموضوعية كذلك الإضافة إلى موقع أن الموضوعية في معناها العام جدا هي فصل الذات عن الموضوع بمعنى أن العالم لا يمكن أن يسحب مجملة المقويمات والأبعاد الذاتية في تعاملهم مع الظواهر الألمية فكأن هناك فصلا بين الذات التي ستنمجز والموضوع الذي يراد نمجزته إلا أننا سنلاحظ على امتداد المسألة بأن هذه الذات لها تدخلا في مقاربة الظواهر الألمية بمعنى لم يعد بالجائزة الحديث عن الموضوعية باعتبارها أو من جهة تمثلها كفصل بين الذات والموضوع كذلك؟ نعم في العلم الوضعي الواقع هو بداية ونهاية العلم أما النمذجة فقد أحدثت ما يسميه باشلار قاطعة واللي حكيت عليين تيم بكري قاطعة باستيمولوجي عندما جعلت بداية ومنطلق العلم الافتراضي والخيالي الرقمي ونهاياتها الغيات والأهداف والمقاصد البرغماتي فالنمذجة لا تصف ولا تحاكي ولا تنسخ واقعا بل تخلق وتبدع وتنشأ ووقعها كأنصاق افتراضية لذلك هي نمذجة نصاقية ما هي ملامح هذه القطعة الإبسيمولوجي؟ إذا كانت النمذجة هي علم الغيات وألقت بالحقيقة إن صحت تعبير عرض الحائط وألحقتها بالواقع واختزلت مبحثها في الأهداف والمقاصد والغيات خاصة في البعد التداولي والبرغماتي ألا يجب أن نتظننا ونشك ونرتاب في العلم بما هو نمذجة؟ ألا يشترط تحقيق المنفعة سلب إنسانية الإنسان؟ ففي زمن الرأس مالية المتوحشة حيث الربح ومزيد الربح ألا يمكن أن نقر حينئذ أن العلاقة بين العلم والغيات هي علاقة غير بريئة؟ ألا يجب القول أنها علاقة غير شرعية ولا إنسانية؟ هل النمذجة من سلالة علمية؟ أليست الإبن غير الشرعي الذي اقترنا بعلم الغيات؟ أليست النمذجة حلا للمشاكل الرأسمالية والعولمة وأزماتها؟ لماذا يرتبط العلم بالإيديولوجي؟ ونقصد بالإيديولوجي المعتقدات والأفكار التي تؤثر على نظرتنا للعالم؟ قلت بالعلم والإيديولوجي وبالاستراتيجيات والمصلحيات هل النمذجة علم العلماء أم علم الأقوية؟ هذا كله هو كمدخل ما باش نجاوب عليهم كل من بعد هناك بناء محكم حقيقة للإشكال قلنا قد انطلقنا من وضعية كما نسميها عادة في دروسنا وضعية استكشاف نصلي أطو وبالتالي فإن المسألة تطرح زميلتي جملة من إشكاليات حقيقة وهو أن هل يسعفنا النموذج للوصول إلى الحقيقة؟ باعتباره مطلبي وراعنا عنه العلم؟ وما هو بالتباتحان ما هي النموذج؟ ما هي المقومات والشروط الأساسية لبناء النموذج؟ ما هي الغاية حقيقة من إنشاء هذه النموذج؟ نموذج العلمي نعم تتناول أبعاد إشكالية متعددة مترابطة حقيقة من ضبط دلالة النموذج من النظر في الأبعاد والشروط الأساسية لبناء النموذج النظر في غاية هذا النموذج ونأتي خاصة إلى العلاقة التي ستربط هذا الفعل فعل النموذج الفعل العلمي بمطلب الحقيقة باعتبار أن العلم يراهن أو هكذا نعتقد نحن يراهن دائما الحقيقة هل ما زال بالإمكان الحديث عن الحقيقة؟ خاصة ونحن نطلق من الافتراضي من الافتراضي من تعبد النموذج إلى غير ذلك ثم النظر في مسارة العلاقة بين النموذج والقيم والنموذج والإنسان وعلاقة وانعكاس هذا النموذج على ما هو إنساني أي النظر في ما ستحاوله الفلسفة وهي تنطلق من محاولة الممارسة العلمية لذا فإن جملة هذه الإشكاليات ستنتهي بنا إلى جملة منها الرهانات الرهانات سنختزرها فيه التعرف إلى ما قال إليه العلم اليوم بما هو مبحث في الغيات والبراجماتية والتدولية والقطيع مع العلم الوضعي بما هو معرفة من أجل المعرفة رهان ثاني القطيع مع مفهوم الحقيقة بما هي محاكات والواقع بما هو معطى بما إن العلم اليوم نسبي وتاريخي أنك تشف أن النموذج هي السيمة المميزة للعلم اليوم وأنها لا تبحث عن الكنوز وإنما تنشأ البناءات بناء الحقيقة وإبداعها طبعا بشكل أخر العلم يبني الواقع بنفسه ويفترض حضوره فهو عبارة عن تمثلات يمكن إبداعه شكرا لأن مجمل هذه الرهانات كما مجمل أبعاد الإشكالية التي طرحناها كما قلنا ستقدم لنا السبيلة للنظر بداية في ما معنى النموذج وإن كنا سنقدم مجرد مفهوم النموذج العلمي مجرد تعريف مردئي أولي لماذا؟ لأن التعريف الدقيق للنموذج لا يمكن إلا أن نصل إليه بعد النظر في كل الأبعاد الأبعاد الثلاث التي تحكم عملية إنشاء النموذج البعض التركيبي البعض الدلالي والبعض التداولي ولكن سننطلق من تعريف أولي حتى يمكن أن نقرب المسألة إليكم زملاء العزاء وتلمينات العزاء فما هو النموذج؟ بداية النموذج في المجال العلمي طبعا يحيل على معنى التصميم يعني أن وظيفته رياضية تمكن من استكشاف الواقع وبناء تصميمات حسية تعيد سياغة الواقع والشيء كأنه كبر اللامتناهي في الصغر ساق بعوذة مثلا أو أنه صغير اللامتناهي في الكبر إنجاز خريطة مثلا أو الكرة الأرضي نوال مولودش يقول عن نموذج نموذج هو التصميم والشيء المصغر والسهل الاستعمال الذي يعاد من خلاله وفقا لشكل مبسط انتياج خصائص ذي أبعاد كبرى سواء تعلق الأمر بمعمار أو بيدات ميكانيكي وبالتالي فالنموذج هو تمثل هو تمثل هو تمثل تصور تصور يقدمه عالمنا بظاهر ما قل تصميم زيادا هذا التمثل يتجل في تصميم أو في رسوم بياني أو كذا أو في معادلة رياضية إلى غير ذلك وبالتالي فإن هذا النموذج الذي سينشأ من قبل العلماء لابد أن تكون له غايات سنتي تباعا إلى جرد هذه الغايات وبالتالي فإن انطلاقا من هذا التعريف الأولية سنعدل هذا التعريف تلميذ الأعزاء هو تعريف أولي قدمناه فقط كمعطى إجرائي سنعود إليه بعد أن نستوفي كل أبعاد النموذج وذلك لأن في مستوى تعريف النموذج لابد أن نلاحظ كل هذه الأبعاد البعض التركيبي والدلالي والتداولي ولكن النظر أولا في كيف ينشأ النموذج ما هي المقويمات والسروط الأساسية لبناء النموذج العلم وهنا نتحدث عن ما يسمى بالبعض التركيبي معنا كيف يركب النموذج كيف ينشأ هو يركب النموذج في البعض التركيبي نتحدث أولا عن البنية والبنية هي نسق من التحولات أي مجموعة من العناصر يحكمها قانون تركيب معي تختلف البنية عن المجموعة من جهة أن البنية منظمة ويحكمها قانون تركيب في حين أن المجموعة هي عناصر لا يحكمها أي قانون مثال المجموعة هذه مجموعة معنى غياب قانون التركيب في حين البنية مثال A plus 2 equal to 3 هذه بنية منظمة مجموعة من العناصر هي منظمة والعنصر داخل البنية لا معنى له في ذاته معنى يستمده من العلاقة التي تربطه بقية العناصر داخل نسق البنية هي نسق في أولى تمثلات النموذج العلمي هو تمثله باعتباره بنية بنية نعم خصائص البنية الكلية العناصر مكونة للبنية مترابطة بصورة منظمة تحكمها علاقات ثابتة تجعل لكل عنصر من العناصر المكونة للبنية وظيفة ما التحول الكلية الكلية قلنا أن العناصر تحكمها علاقات ثابتة والعلاقة ثابتة بين مجموع العناصر يمكن أن يكون ذلك هو مستوى تعريف القانون نعم التحول وهو ما يحيل إلى إمكانية استبدال عناصر مكونة للبنية بعناصر أخرى مع محافظة البنية على انتظامها كما معناتها مارش انتظام الذاتي البنية نظام مغلق ومستقل بذاته تميل إلى الثبات والاستقرار البنية هي عناصر منظمة تركيب عقلي يخضع إلى قوانين ثابتة علاقات ثابتة بين عناصر بعينها بناء نظري قيمة البنية ليست العناصر وإنما العلاقات بين العناصر وفي هذا الإطار زميلتي يمكن أن نستثمر ما في نص موجود في كتابكم 229 نص عنوان النموذج والبنية جون بياجي شكرا جون بياجي وهو من كتاب الفلسفة للشعب العلمية 229 وهو كذلك نص موجود في شعبة الأدب حيث يقول جون بياجي وهو من كبار علماء النفس ومختص في علم نفس الطفل تمثل البنية في مقاربة أولى نسق من التحولات يحتوي بما هو كذلك على القوانين في مقابل خصائص العناصر ويحفظ نفسها أو يغتني بلعبة تحولاته ذاتها دون أن تمتد هذه الأخيرة خارج حدودها أو أن تطلب عناصر خارجية وفي كلمة فإن البنية تحتوي على هذا الأساس الخصائص الثلاث وقد أشرت إليها كلها الكلية أولا ثم ثانيا التحولات محافظة على الانتظام الذاتي وثالثا الانتظام الذاتي الانتظام الذاتي قلت حكينا عن انتظام الذاتي قلت هي نظام مغلق ومستقل بذاته تميل إلى الثبات والاستقرار قيمة البنية ليست في العناصر إنما في العلاقة بين العناصر البنية أو بنية النموذج النموذج هو إنشاء افتراضي خيالي إصطناعي يصلح لفهم مشكل وحله فالنماذج العلمية تجعل للباحث غايتان الأولى أن يفهم المشكل لكي يحل المشكل والثانية إذا كانت النماذج تركب وتنشأ فإن معنى ذلك أنه لوجود لنماذج في الطبيعة كلها تركب وتنشأ ومن هنا فإن النموذج هو إنشاء عقلي إنشاء ينشأ من قبل المنمذج لمقاربة ظاهرة وفهم هذه الظاهرة عن طريق تبسيتها واختزالها في جملة منها العناصر والمقاومات إذا شروط بناء النماذج ما زال نحكو في البعد التركيبي شروط بناء النموذج الإختزال لهو خطة معينة ومحكمة لاختيار العناصر الأساسية التي يمكن أن يركب من خلالها نموذج أو اختيار ذاتي يعني أن العالم هو الذي يختار بمحض إرادته ما سيركز عليه من عناصر داخل الظاهرة ما يخدموا لفهم ذارة عناصر أساسية هناك اختيار ذاتي هنا يختلف عن اختيار عالم آخر لمنقرب نفس الظاهرة نعم يركب من خلالها نموذج وإهمال عناصر أخرى لا تكون ضرورية نحكيهم بعض فيما إهمال متعمد وغير متعمد في مستوى البعد الدلالي نعم ثم الثورانة إذا في الإختصال فم الثورانة هي أسلوب في التحليل تقوم باستبدال العناصر المادية بمجموعة من الرموز يعطيها ديسمبول معناها كما القوة ف القانون الثاني من نظرية نيوتن ف إيجال أنفو القوة هي حصيل الضرب الكتة في التسلق نعم مجموعة من الرموز لخلق صور ثابتة وبناتة تجعل التفكير ممكن الأقسمة هي أيضا أسلوب في التحليل يعتمد على وضع مجموعة من الأوليات للحصول من خلالها على مجموعة من النتائج المنسجمة فشروط صلاحية الأكسيومية هي انسجام النتائج مع الأوليات أوليات نعم وهنا لدينا على أقل تعليق وهو أن الأكسمة أو ما يسمى منهج الأكسيومي هو في الأصل في الأصل هو منهج الرياضي تم استخدامه لأول مرة في الرياضيات لحل ما يسمى بأزمة الأسس في الرياضيات في أواخر القرن 19 نعم والأكسيوماتيك وهو من مفهوم متأتم من كلمة أكسيوم التي نعني بها الأوليات بمعنى أن المنمذج عندما يقارب ظاهر معها ينطلق من جملة من الأوليات مسلمات بديهيات إلى غير ذلك وينتهي بها إلى جملة نتائج ويشترطه الإنسجام وعدم التناقض الداخلي داخل هذا النموذج بين الأوليات ومتأش هذا التمشي هذا المنهج الرياضي سيسحب على كل العلوم العلوم السورية بمفاهر الرياضيات العلوم التجريبية وغير ذلك ثم العلوم الإنساني نوعا ما وإن كانت العلوم الإنسانية ووضعية إبستيمولوجية خاصة سنأتي عليها ربما في سياق التحليل إذن عندما نقول النموذج يركب وفي اختزال ويشترط الصور اللي هي أسلوب إذن لا وجودة لنماذج جاهزة في الطبيعة ترابية فالنماذج تركب وتنشأ وتصنع العلم المعاصر اللي هو العلم المنامدج نحكي عليه تواه يقوم على الإبداع الذاتي وعليه تصبح الذاتية التي كانت حائقا في العلم الحديث مقاوم أساسي مقاومات العلم المعاصر وشرت أن ندخل الذاتية في معانيها العلمية الإبستيمولوجية تحديدا ولكن سنشرق إليها تباعا من خلال هذا البعد التركيبي صديقتي يتضح لدينا بأن النموذج هو ينشأ من أجل الوصول إلى فهم الظاهرة فهم الظاهرة ما نعم وعندما نتحدث عن فهم الظاهرة فنحن بسدد أو بإزام ما يسمى بالبعد الدلالي فمن المقصود هنا بالبعد الدلالي البعد الدلالي لنموذج سنتحدث البعد الدلالي على العلاقة النموذج بالواقع وأي واقع يتعامل معه المنامدج نعم والواقع كما تعرف عنا الواقع العيني وعنا واقع المعطل قابل الملاحظة ونتحدث أيضا عن واقع افتراضي أو الواقع الممكن في العلم نحن باش نشوفه معناه إذن العقل العلمي لا ينقل الواقع كما هو بل يصفه بالمفاهي ويتجاوز المباشر ليبحث عن القوانين المرئية التي تتحكم في الظاهر تتحقق النمدج في بعد دلالي على نحو اختزال تبسيط لواقع معقد قوامه قدرة إنشائية تخيلية للواقع العلمي له بنية مفهومية ونظريات لا تفسر الواقع كما يبدو وإنما تفسره تفسيرا افتراضيا بشفرات أو بعبارات هو تفسير ما يوجد بما لا يوجد أو تفسير المرء بلا مرء إذن ابتعاد النموذج عن الواقع العيني والمعطى وفي المقابل خلق واقع جديد يسميه الواقع الافتراضي البعد الدلالي يتعلق بالمرجع والمعاني والدلالات التي تحيل إليها الرموس السوري ومن هنا فإنها في مستوى البعد الدلالي سنحدد النموذج فاتقاده وفق مستويات الأربع حيث ما تفضلت به الزميلة مستويات الأربع من خلالها نفهم من المقصود بالبعد الدلالي في مستوى أول في علاقة النموذج بالنسق الذي يمثله وفق قواعد تفاعلية تأخذ بعين الاعتبار المسافة التي تصل بين الواقع أو الظاهر التي نسعى إلى منازمتها والنموذج الذي سيبنيه العالم هل أن هذه العلاقة علاقة التطابق هل سنتحدث عن ملاءمة النموذج لذلك الواقع هل بالإمكان الحديث عن صلاحية ما تلك جملة من الإشكاليات سنراها كذلك تباع في مستوى ثاني دائما في إطار البعد الدلالي خاصة نحن نتحدث على واقع مركب ومنشئ وهنا نتحدث على في علاقة النموذج أو في مستوى مجال صلاحيته هنا وقد أشرت إلى ذلك تتحدث صلاحية النموذج في علاقة بالمنامذج في علاقة بالملاحظاته وهنا أشرت إلى وجود هذا البعد الذاتي في إطار النموذج إلى غير ذلك في علاقة بالواقع كذلك كل نموذج يعتبر وسيط وسيط بين حق النظري إنتاج النماذج وآخر اللي هو حق الآخر التجريبي اللي هو مجمل من الظوار وبالتالي فإن العلم كما تلاحظون تلميذ الأداب سرتو أن العلم يمكن أن يكون كذلك بل هو كذلك من بين الأنظمة الرمزية وقد تناولتم هذه المسألة في مستوى الباب الأول الإنساني بين واحدة والكثرة فالأنظمة الرمزية لا تقف عند حدود الصورة والمقدس الديني واللغة بل أن الفن سترون هذه المسألة في آخر البرنامج والعلم كذلك يأخذ إذا قلنا بأن النموذج هو وسيط بين حق النظري يعني لأن قلنا أن النموذج هو إنشاء عقلي وبين آخر تجريبي ومجموع من الظوار فإن النموذج اعتبر كذلك من بين الوساعة ومن بين الأنظمة الرمزية في مستوى ربع في بعد الدلالي نتحدث عن علاقة النموذج وأشرت إلى ذلك كذلك في علاقة بالمرجع نعم فهو يعبر على كونه بنية نقدر نتفق بأن النموذج يأخذ باعتباره بنية وسأعيد على مساميعكم بأن النموذج بأن البنية هي نسق أو منظومة تحتوي جملة من عناصر المتفاعلة فيما بينها والتي ترتبط فيما بينها لكي شرط أن ندرك بأن المنمذج يركز على جانب ما على مكونة ما من الظاهرة مهملة بقية أجمع وفي هذا الإطار صديقتي فإن باسكال نوفال قد بيّن في نص عنوانه النموذج تبسيط بأن النموذج مبني على استراتيجية الإهمال الأهمية أستسمحكي في الاستشهاد بما يلي بما يقوله باسكال نوفال نعم عفو ليس النموذج علامة على علاقة وأبدأ الاستشهاد وهي كلمات استشهاد عفو لباسكال نوفال ماخور من كتابه بحث في مفهوم النموذج ليس النموذج علامة على علاقة مستحدثة بين عناصر الكافيرة بل هو على الأصحي تعبير عن استراتيجية الأهمال انتهى الاستشهاد نعم الواقع الافتراضي هو الواقع الممكن وهو ليس من طبيعة فزيئية إنه جملة من الصور والأقيسة التي يعالجها العلماء يقول بشلار لا شيء معتف العلم الكل منشأ النموذج العلمي لا يستوفي كل عناصر الظاهرة المدروسة لأنه يقوم كما تحدثت على استراتيجية الإهمال أو الإغفال هذا الإهمال فيه اختزال وهذا دليل على أن النموذج العلمي لا يحمل كل العناصر الموجودة في الواقع لا يستوفي الواقع في كليته أي هو غير مطابق للواقع فمثلا عندما نأخذ قانون نسبية لأنشتاين نعم أستسمح أستاذة الفيزي الأجلة يمكن أن أكون خاطئا في قراءات المعادلة التي وضعها أونجتاين في نظرية النسبية العامة نسبية الخاصة أكس إجال أم س أو كاري أ أبين أكس نعم نحن أبد من نكون على الفيزي ومطباتي هنم غارين كبرى نعم فإن رمز يحيل إلى الطاقة ورمز يحيل إلى الكتلة ورمز يحيل إلى سرعة الضوء مضاعفة ورمز طبعا يحيل إلى التكافأ بين الكتلة وضارب الطاقة فكلها وقاع لها مرجعي أيها تربيا وهنا كما نلحل من خلال هذا المثال نتمنى أن يكون المثال أوضح في ذهن التلاميذ تلميذ الأداء إن كان أرجو أن يكون واضحا فإن الواقع الذي يتعامل مع الملمذج هو ما يسمى بالواقع العلمي ليس الواقع المعطل حسي المباشر العيني هو الواقع العلمي الواقع الذي يسعى الملمذج إلى فهمه قلت الواقع الممكن تربيا نعم الواقع هو ينشأ داخل أطر رياضية عقلية إلى غير ذلك هكذا زميلتي وبهذا المعنى فإن الواقع العلمي يتميز كليا عن الواقع الحسي المعطل الذي يتعامل معه الإنسان العامي الذي اكتفي بملاحظاته حسيا إلى غير ذلك ففي العلمي سواء كنا في العلم القديم انتاج النظريات أو في علم باعتباره نمذجة فالعالم يسعى إلى أن يعيد وأن ينشاء هذا الواقع وبتالي فلابد أن نقف على المسافة الكبرى بين الواقع المعطل الذي ليس هو موضوع العلم والواقع العلمي باعتباره هو واقع منشأ مبني أي يتم استخدام جملة من أجهزة القياس والوسائله الأطر رياضية والعقلية إلى غير ذلك حتى يمكن الخروج بنموذج ما يكون لا نقل مطابقة للواقع ولكن يكون مجرد مقاربة من مقاربات فهم ذلك الواقع نحن كأخذينا مثال قانون نسبية أنشتاين قلنا عندها مرجح الضوم الإسانبوء عندما مرجحه لكن لا يجب الخلط بين نموذج والواقع فالنموذج كتمثيل تقريبي تبسيتي لشيء ولكيفية اشتغاله هو آدات للبحث في حين أن الواقع هو موضوع للبحث معناه النموذج آدة البحث الخريطة مثلا والأرض الخريطة ليست الأرض والنموذج بشري الإنشاء في حين أن الواقع يتجاوزنا كما قلنا الواقع معقد معناه وظوهر طبيعية مثال القانون الثاني لفيزياء نيوت الذي يقول القوة هي حاصل ضارب الكتلة في التسارع هذا القانون يبسط حركة الظواهر الطبيعية ويختزلها في معادلة جبرية رياضية تتضمن مفاهيم ثلاث هي القوة والكتلة والتسارع هذا الاختزال لا يعني أن ظواهر الطبيعة لها تلك الخصائص فحسب بل هي متعددة المظاهر ولكن نيوتن أغفل وأهمل المظاهر العديدة وأخفها وأظهر فحسب المظاهر التي تقبل القيس والحساب لأن غراضه العلمي يتمثل في صياغة العلاقات الموضوعية بين ظواهر الطبيعة في قوانين قابلة للقيس أي للتقعيد الرياض تتحدد النمذج العلمي من خلال عملية تبسيط لما يحدث في الطبيعة أو لما يفترض العالم من خلال تمثلاته أنه يحدث في الطبيعة فهو واقع افتراضي ولا يحكس الواقع ولا يستوفي حقيقته لذلك يشترط أن يكون قابل التغيير أي هو مؤقت وهو يتخلى عن اليقين المطلق يقول كارل بوبير تبقى كل نظريتنا العلمية إلى الأبد افتراضية فاليقين لا يدرك أبدا طريب يا ومن هنا ننتهي في إطار البعد الدلالي إلى أن الغاية من إنشاء النموذج هي فهم الظوار هل يمكن هنا زميلتي أن نقف على ما المقصود بالفهم لماذا نقول بأن النموذج هو آدات لفهم الواقع ولا يمكن القول بأنه آدات تفسير الواقع فهنا في نظري هناك فارق بين الفهم والتفسير نحن ننطلق من مسلمة وهو أن الفهم أو قبل أن نأتي إلى الفهم أن الأمر في النموذج لا يتعلق بالتفسير بالفهمة التفسير يمكن أن يكون من سمة النظرية العلمية وهو الاعتقاد بإمكانية الإحاطة بكل جوانب الظاهرة والحال أن العلم عندما أصبح نمذجة وبما أن القناة هو مبني على استراتيجي الآمن فإن عدم الإحاطة بالواقع وعدم إمكانية تناول الملمج لكل العوامل والعناصر والمكونات مكونات الكظاهرة فإنه يقتصر على الفهم الفهم يعني الإنجاز ومن هنا سيكون ذلك مدخلنا إلى ما يسمى بالبعد التداولي الفهم يعني كيفية اشتغال النسق بالاشتغال على فقط جملة يختارها المنمذج بمحض إرادته جملة من المكونات مع أهمال مكونات أخرى لا تخدم الغرض الأساس من بناء النموذج على وهو إمكانية أعطاء حل لمشكلة ما يعترض هنا في الممارسة العلمية أي الوصول إلى إنجازات علمية وهنا يمكن أن يكون ذلك مدخلنا إلى ما يسمى بالبعد التداولي فمن المقصول بهذا البعد على ماذا يرهن المنمذج أو الغاية الأخرى من بناء النموذج نحن كذلك ننطلق صديقة من أن النموذج لا يبنى فقط من أجل الفهم بل إنه لابد أن نستفيد من هذا الفهم للوصول إلى النجاعة والوصول إلى تطبيقات وإلى أعطاء حلول عملية إجرائية لمشاكل ما حقيقة تعترض العلماء أثناء ممارساتهم العلمية فمن المقصود بالنجاعة؟ ما هو البعد التداولي في العامة؟ مات apa ماذا؟ البعد التداولي يتحدث عن برغماتية النموذج لن أعود الك قليل البعد التركيب للنموذج يحيل إلى اللغة التي يچىه منه أما البعد التداولي يحيل إلى المرجع hela النموذج أما البعد التداولي يحيل إلى الوظيفة التي من أجلها وجد النموذج أو الغاية التي من أجلها وجد النموذج نعم فكل نموذج بما هو كيان استناعي غاية ووظيفة من أجلها وجدها أو لا أي له منحة تليولوجي نعم نفع براغماتي يشكل بعده التداول ويمكن أن تتحدد براغماتية النموذج من خلال أنت تحدثت عن الفهم من خلال قابلية النموذج للتحوير ليس هناك نموذج كامل ونهائي النموذج قابل للتطور وهو مفيد على صعيد المعرفة العلمية أن هذه المعرفة نسبية غير ثابتة قابلة للمراجعة يقول أنجلوس أن تاريخ العلم انتقال من خطاء فادح إلى خطاء أقل فادح الفكر العلمي متغير وتاريخي ولا يقيني واحتمالي وارتيابي وذاتي لا تنشد النموذج العلمية الحقيقة النهائية أو الحقيقة الموضوعية للكون بل تبحث عن فهم والتأويل مخصوص للواقع يحقق أغراضا عملي عملية من خلال أي الوصول للنجاعة والتحقيق نعم من خلال الفهم المنمذج يركب قوانين تمكننا من فهم الظواهر إذن هو ينمذج ليفهم الواقع وليجعل المتعلم قادرا على استعاب نظرية علمية أو فكرة مجردة النماذج إذن أدوات تستخدمها النظريات العلمية بغاية الفهم وغايتها فهم الواقع والتحكم فيه لصالح الإنسان إذ كما يقول ديكارت أصبح الإنسان سيدا بفضل العلم على الطبيعة ومالكا لها بفضل العلم نعم أنا أصبح مسيطر عليها أيها التحكم في الظواهر الطبيعية من خلال القدرة على الاستكشاف والتوقع قبل الحدوث وخاصة كمة في الكوارث إذن نماذج وسائل سيطرة وتحكم نتحدث عن ارتباط النشاط العلمي بالتقنية وتنرجعهم بعد أصل النموذج كما يقول نعم فالنمذج تفتح على التقنية توضيف الأنساق الطبيعية أنساق استناعي بالتكنيك معناه تهيب الأنساق الطبيعية خاصيات جديدة وطابعا مستنعا والنماذج التقنية ليست محايدة وإنما هي متداخلة مع الجهات العلمية وحتى السياسية التي تحيط من ممارسة العلمية وتوجهها البعد التداولي للنمذج النساقية يؤكد لنا التحالف بين العلم والمصلحة نعم نقل النماذج والنظريات المجرد بوسطة التكنولوجيا أي أجهزة تقنية ومخططات تطبيقية تضمن النجاعة والفعالي النجاعة بما هي التحكم في الظواهر والسيطرة عليها يقول لموني الحقيقة هي الفعل معرفة تطبيقية تحكمية مفتوحة على التكنولوجيا ومتجهة نحو الفعل ونقصد بالفعل التأثير في الواقع وتغييره بما يلائم مصالح الإنسان وما يحقق مشاريعه إن أقصى رهانات عقلانية النمذجة هو التحكم التقني في الظواهر والفعل فيها لتحقيق مصالح الإنسان المنمذج ولا أصحاب القرار ولا الفاعلين مش معناها كان العالم خطر هما أصحاب القرار هما ديرجوا العالم إن النمذجة العلمية ممارسة مشدودة إلى مصالح الإنسان وغياته ومخططاته للفعل في الواقع بما يلائم مصالحه مما يؤكد على أن النمذجة تندرج في إطار تصور عام للمعرفة العلمية على أنها معرفة مشروع شاء يعبر عن مقاصد الباحث وأهدافه ومصالحه حينما يبتكر المنمذج شفارات رمزية جديدة فهو يغير الواقع بما يخدم مصالحي وتنجمره يكون مش معناته معناته مش هو مصالحه هو مصالح أصحاب النمذجة في المستوى الرياضي والفيزيائي تهدف إلى الفهم والتفسير وبالتالي التبسيط والاختزال والتحكم وبناء القرار يقول فورستار تتخذ كل تتخذ أو عفوا نتخذ نتخذ عفوا نتخذ كل قراراتنا انتلاقا من نماذج لتحقيق نتائج أكثر جودة وفعلي غيات النمذجة ترتبط بوظائف النموذج أولا وظيفة معرفية تعرفنا بخصائص الظاهرة من خلال التبسيط والاختزال وظيفة توقعية يمكن للنماذج أن تتوقع أو تستشرف ما سيحدث مثال توقعات الجوية التي تعتمد على صور القمر الاصطناعي هذه الوظيفة الثانية تعين على الوظيفة الثالثة اتخاذ القرار القرار نعم سواء كانت سياسية عسكرية بيئية اقتصادية مثال النموذج الفلاحي يمكن من التدبير اللازمة المتعلقة بالتصدير والاستيراد فمن الواقع الفلاحية ننتقل إلى واقع اقتصادي وين بدنا نحكي على ما نفعل هنا المعرفة العلمية ليست معرفة من أجل المعرفة بل معرفة من أجل التحكم أيضا كثير من النماذج العلمية صاحب القرار في إيجادها ليس المنمذج أو ليس رجل العلم بل مؤسسات النفوذ والقرار وبالتالي فإن في إطار البعد التداولي تبيننا للتبسيط والاختزال كل ما تم قوله أن المنمذج يهدف من وراء إنشاء النموذج الوصول إلى النجاة أي القدرة على تحقيق نتائج منتظرة وبالتالي تحقيق ويكون النموذج في ذاته قابل لاختبار وأن يقدم لنا جملة من الحلول لمشاكل معهم وأن يكون قابل لإستعمال والتوظيف إلى غير ذلك خاصة كما قلت في قبلية الاستعمال والتوظيف سنتحدث عن صلاحية النموذج ما يكشفه العلم من اختراعات يستغل في اختراعات أخرى مثال التقنية تلتقط المعارف لاستغلالها والاستفادة منها عمليا في مجالات مختلفة مثال معرفة الكهرباء هي ظاهرة طبيعية عندما عرفت أو عرفت تقنية عن طريق تقنية معناها عرفنا كيف تتكون وعرفنا مصادرها أيضا عن طريق التكنولوجيا استغلت تلك المعرفة في تحويل الطاقة الكهربائية إلى استعمالات إنسانية وتتور الأمر إلى توليد الطاقة كما تضول مياه استعمالات متعددة إن الهدف من النماذج هو الكشف عن القيمة الإجرائية للنموذج وتنوع استعمالاته فلا قيمة للنموذج ما لم يتحدد الهدف أو القصد من إنشائه فالنموذج يحيل نظريا على التماثل مع الواقع الافتراضي إلا أنه يتخذ بعدا تطبيقيا باعتبار أن المعرفة التي تقود النموذج ليست الحقيقة كرهة نظري بل الفائدة والجدوى والنجاعة أي تأثير النموذج على الواقع والأفراد حيث يسعى المنمذج إلى تعديل النموذج حسب ما تسمح به القيم الاجتماعية والوسائل التقنية المتاحة نأخذ مثال الحمض النووي البعد التركيبي نتحدث عن تركيب الحمض تركيب الحمض النووي وفق رموز الحمض اللي هم اتاسي جي اه اا ادينين اه تيمين ثم صايتوسين نعم ثم جواني اه هذا المستوى البعد التركيبي نعم لسامبول اتاسي جي في المستوى البعد الدلالي اه رمز الحمض النووي أو رموز الحمض النووي تحتوي على دلالات افتراضية ثم في البعد التداولي دلالة افتراضية الهدف من بناء نموذج الحمض النووي اللي هو سند معرفية يتمثل في معرفة التركيبة الجينية للصبغات اللي هي علم الوراث والتعرف على بعض الأمراض الوراثية علم الجينيات على بعض الجثث إذن مثال إجرائي دلالة النموذج مختلف أبعاده هكذا إذن يتبين لنا من خلال هذه أبعاد الثلاث أتينا عليها بالاستنادة العديد من المرجعيات إلى تحديد دلالة النموذج العلمي وأصل النموذج خاصة وبتلف أن النموذج هو تمثل لظاهرة ما معتبر كبنية تتشكل من مجموعة من العناصر هذا النموذج هو بناء يحتكم إلى غاية وهي غاية معرفية وعملية في الآن معا ولكن ما يلاحظ أن في مستوى النموذج يتم الاهتمام لمكونات معينة من الظاهرة مما يعني أن النموذج المبنية على استراتيجي الإعمال وهناك تبسيط لهذا الواقع المعقد إلى غير ذلك تبسيط فيه اختزال فيه وبالتالي هنا نأتي إلى التحديد الدقيق لما نقصده بالنموذج العلم فالنموذج هو إنشاء عقلي يتشكل من عناصر مترابطة قلنا بأنها بنية متفاعلة فيما بينها موضوعه مجال محدد من الواقع وعدم قدرة النموذج على الإحاطة بكل جوانبه وتعيينه وفق استراتيجي ودجا موديل يعني وتعيينه وفقا أو على أساس استراتيجي الإعمال بما يجعله من فهم الواقع ممكن وبما يسمح منه الوصول إلى النجاعة والتحكم والفعل وبالتالي الوصول إلى يعطى حلول عملية لذلك النموذج ذلك هو النموذج في كل أبعادهم التركيبية الدلالية والتدولية وهي أبعاد ستفتح لنا المجال حول النظر في حول النظر في ما يسمى بحدود بحدود النموذج وذلك ما سيكون إن شاء الله إن كان لنا من الوقت سيكون موضوع مداخل أخرى نرجو أن يكون لدينا متسع من الوقت لإحاطة بها شكرا على استماع